الفين وخمسة عشر والبداية مع الشباك الشباك عنوانت في صفحتها الأولى مونشستر يونيتد يرفع عرضه إلى مئة وخمسة عشر مليون أورو لضم جاريث بيل وقالت الصحيفة بأن المان يونيتد لن يستسلم للفوز بصفقة مهمة من قبل ريال مادريد بعد فشله في إقناع سيرجيو راموس ونقلا عن صحيفة ميرور البريطانية كتبت الشباك بأن النادي الإنجليزي عاد للبحث عن بيل لتحويض الرحيل المنتظر لديمارية وأضافت بأن الاهتمام الجديد بكاريث بيل جاء بعد ظهور شركة أديداس التي ستنتج قمصان الفريق الإنجليزي لعشر سنوات يومية لوبيتر الناطقة بالفرنسية كشفت بأن الدولي الجزائري رياض محرس ينضي اليوم على وثيقة تمديد عقده مع نادي ليستر سيتي الإنجليزي وذلك بعد مفاوضات دامت أسبوع بين وكيل أعمال اللاعب وإدارة النادي الإنجليزي والتي توجت باتفاق الطرفين على تجديد عقد اللاعب إلى غاية 2019 وقال كمال بوغاقوم وكيل أعمال محرز أن احتفاظ إدارة الفريق باللعب جاء نتيجة لأدائه القوية الموسمة الفارض يومية كومبيتيسيون ناطقة بالفرنسية كذلك قالت بأن الناخب الوطني كريسيون جوركيوف يفكر في استدعاء لاعب المنتخب الوطني الأولمبي أمي ورامي بن سبعيني إلى القائمة الموسعة المنتظر أن يعلن عنها في الرابع عشر من هذا الشهر حسبا للتربص الذي يسبق مواجهة لزوتو ضمن الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لكانة 2017 وضفت الصحيفة بأن المدرب الفرنسي الذي اقتنع بإمكانات اللاعب سيستدعيه فقط من أجل الرفع من معنوياته وتشجيعه على العمل لأن انتقاله إلى لزوتو أمر مستبعد وأن حضوره سيقتصر على خوض التربص التمهيدي بي سيدي موسا